موسيقى القبر طبعا عادة إما بكون مغارة أو محفور في الصخر بينحني و بفوتوا لجوه في مكان اللي بيضعوا الجثة على مكان القبر فطبعا أخذوا جسد يسوع المسيح وأتوا به إلى هذا القبر والجدير بالذكر أن نيقو ديمس أحضر سبعين رطل من الأطياب مزيج من المر والعود مع إبهارات كانت تعجن مع لفائف الكتان كانت تغمس وكانوا يلفوا جسد يسوع المسيح طبعا لا يعرضوا الجسد ولا يضعوه في تابوت مثل هذه الأيام وينبغي أن طبعا يدفن في نفس اليوم وبالنسبة ليوسف ونقو ديمس هذا معناه أنهما تنجسا لأنهم لمسوا جسد ميت فطبعا لا يستطيعا أن يتناولا الفصح اليهود لكنهم استكفوا أن يروا حمل الله الذي يرفع خطية العالم فإذن إخوتي وأخواتي مش هن الأوائل اللي كانوا لأن النساء أتينا إلى القبر وشاهدنا القبر حتى يجهزوا أيضا الحنوط هي عبارة عن روائح عطرة زكية لتحافظ على الجسد وحتى طبعا ما تتعرض للريحة إنتنا وجدير بالذكر أيضا مريم من بيت عنيا رشت النردين عطر نردين على يسوع المسيح وعندما اعترضوا عليها قال يسوع اتركوها إنها ليوم تكفيني فكل هؤلاء اشتركنا في وضع الحنوط والأطياب على جسد يسوع المسيح